السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عاجل اللجنة العلميات تؤكد امكانية الغلق الكلي والتامل الحدود الجزائريات في اي وقت تطمئن اللجنة العلميات المكلفة بمكافحة كوفيد 19 المغتربين الجزائريين المقيمين بالخارج بعدم موافقتهم على اغلاق الحدود في الواقع بعد الظهور وانتشار البديل كما يقول او ميكرون يشعر المواطنون الجزائريون الذين يعيشون في الخارج بالقلق من فكرة الاضطرار الى تكرار حلقة اخرى من الاغلاق التام والوحش للحدود بينما لم تتح لهم الفرصة بعد للوصول الى التراب الجزائري وبهذا المعنى جتمعت امس اللجنة العلمية المسؤولة عن مراقبة تقدم الوباء بالمناسبة اجتمع اعضاء المنظمة لمناقشة الوضع الصحي وهذا من اجل وضع الاجراءات اللازمة بعد ذلك لمحاربة هذا البديل الجديد ومنع انتشاره لذلك وبحسب ما اوردته في زل جزائر عاد البروفي سلو محياوي عضو اللجنة العلميات الى الاجراءات المقترحة خلال هذا الاجتماع مثل تلك المتعلقة بالحفاظ على اختبار سلبيا لمدة تقل عن ستة وثلاثين ساعة هذا القيد الجديد الذي يدخل حيز التنفيذي يوم الاثنين السادس دي جنبر على متطلبات التطعيم للمسافرين بالقوارب اغلاق الحدود في الجزائر لكن المتحدث نفسه اوضح كذلك فيما يتعلق بالمخاوف المتعلقة باغلاق حدود البلاد في الواقع لقد استبعد اتخاذ مثل هذه الخطوات من اجل مكافحة هذا التهديد مع العلم انه حتى في حالة تفاقم الوضع فلا يجوز تعليق الرحلات الى وجهات معينة الى لمدة له تتجاوز اسبوعين بالاضافة الى ذلك اوضح الاختصاصي انه في الوقت الحالي لا يوجد شك في التفكير في هذا الاحتمال الضوابط الصحيات على الحدود صارمة للغاية لقد كان طوال هذا الوباء وسنعمل على زيادة تعزيز رقابة على الحدود انه يتعلق ايضا بالتطبيق الصارمة وحتى الاجباري لتدابير الحاجز داخل احدودنا